الزمالك أخبره إيه شايف الأداء بتاعه النهاردة شكله عمل إزاي تصريح أنا شخصينا مفرمتوش النهاردة أسوريو في المؤتمر الصحفي بيقول أنه طريقة لعبه الجديدة بتعتمد على وجود ثلاثة بيلعبه بالقدم اليسرى وأنا قلت يعني أكتر حد حفظنا في الموضوع ده كابتن يهاب المصري بص يعني خلينا متفقين الفترة دي حال نادي الزمالك ككل يداي أيحد مش هو مش في أحسن حال فوز النهاردة هو فوز معنوي أكتر ولا أقل بيساعد نادي الزمالك من النهود من كابوته بشوية بشوية الجماهير فرحانة الجميل متعطشة لأي حاجة إيجابية داخل نادي الزمالك بعيدة عن الصراعات وبعيدة عن الأخبار السلبية اللي دايما طلع من جوة نادي الزمالك والمشاكل الكبيرة اللي جوة النادي فيعني المتنفس الوحيد لها هي الرياضة أو الكورة اليد السلة الطائرة هي دي اللي بتخلي الجماهير نادي الزمالك توقع مبسوط دايما فالنهاردة مكسب واضح من جميل نادي الزمالك فرحانة طبعا عن مكسب لكن كأداء لأ أنا بشوف أداء بعيد كل البعد عن أداء نادي الزمالك نادي الزمالك ما احترام الكامل لفرق طلع الجيش النهاردة لو بلاعب فرق غير طلع الجيش مصري كان ممكن يلقى هزيمة يعني هزيمة ستيلة كمان لأن النادي الزمالك النهاردة كان عنده مساحات كبيرة جدا في خط الظهر آه هو كان عنده تواجد هجومي لكن في ظل التواجد الهجومي كمانا النادي زمالك ما داعش فرص يعني انت الفرص يعني لو عادنا ندور النهاردة ما فيش فرص هو الوحيد اللي كان بيشتغل والناس في أرحانة جدا بأداءه وهو مش النهاردة بس هم صفى شلب صفى شلب بيقدي أداء الفترة اللي فاتت بيحاول بيحاول يعود جمهور النادي الزمالك عن الفترة اللي هو بالنهاردة تاني مرة ياخد مانو ده معتش أفضل عيب في المباراة في المسم ده يعني عايز أقول له برضو حاجة يركز في الملعه بكتر يعني يعني يحاول يركز في الملعه بكتر يقفل ودنه يابد عن السوشال ميديا الحركات اللي ملهاش لازمة يابد عنها يركز في الملعه بس هو لسه عملش أي حاجة نادي الزمالك نادي كبير وهو مش تريع عشان هو العيب كبير يقدر يطور ويغير من شكل ناية الزمالك يساعد ناية الزمالك على النهوض من كبوته هو ما عملش لسه أي حاجة فالطبيعي اللي هو بيعمله ده يعني برضو عشان نكون في الصورة ونعرف الناس ان مصطفى شلبي وزيزو اي لعيب بيعمل حاجة في ناية الزمالك هو المفروض لعيب كبير وكواليتي متصنف يعني حاجة كبيرة في الكرة المصريية اهلي وزمالك دي اسامي كبيرة المصري فده اللعيبة مفروض تكون كورتي مختلف فهو لازم يعرف كده يعرف اللي هو ما عملش أي حاجة لسه لسه بدري جدا عليه ايه بس مالش كابتا نهابي يعني احنا لما لما مشوف فيه بارقة امل يعني في الموضوع فاحنا منحاول ان احنا ندي دفع معنوية للاعيبة ليه فضل علشان انا في الفترة الاخيرة كنا ده نازلين يعني هو كله ضرب 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 انا قلت حراك لا انا بتكلم في نقطة تانية خالص هو بيقدل بيحاول بيجتهد بيحاول يوصل لجمهور النادي الزمالك اللي انا انا جاي عشان اقدر اساعد النادي وبيموت نفسه وبيحاول النهارده كل محاولات النادي الزمالك اللي هو جميع عن طريق مصطفى شلق واسمها تحراك وانت بتتكلم عمل كروس دوا فعلا الكروس عمله كويس اول لنضاي ونضاي حطه ولا اروا ونضاي برضو في خلال ترى تربعة مطشوات نضاي بيسجل وشكل مختلف او مش هو الكوالات العالي اللي يفرق معناه الزمالك زي بن شرقي زي ساسي لكن هو بيقدي في حدود المتاحة الفترة الاخيرة لكن مصطفى شلق واسم كده كده مش مكمل يعني معناه الزمالك بالزبط لكن هو مصطفى انا بتكلم عشان عنده الامكانيات اللي تخليه في حتة تانية زي ما بنقول عنده امكانية اللي هو ينضم المنتخب مصري يكون ورقة مهمة في الكرة المصرية يبعد عن الحاجات الصغيرة اللي ملهاش اي لازمة خالص في الكرة يركز في الملعب بس يستمر الاستمرارية مطلوبة ومهمة جدا مايعملش المطشين ويستند على المطشين او الفترة اللي فاتت وخلاص يلاقي مصطفى من المطش الجاي كيرفو جاي